رب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبى بإحسان إليهم الدين أما بعد أيها الأخوة الأفاضل جميعنا يعلم الدعاء المستحب في ليلة القدر المبارك والذي روته لنا أم المؤمنين السيد عائشة رضي الله عنها حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفاف عني هذا الدعاء يعرف القاصي والداني من المسلمين يعلمه العالم والأمي ويردده الصغير والكبير وتخيلوا معي أيها الأخوة كم من الملايين من المسلمين من سيردده في هذه الليلة العظيمة وهو صالح على كل حال وبإذن الله في جميع الليالي والأيام هذا الدعاء العظيم نظر فيه الفقهاء والعلماء وأهل التربية والدعوة واستخلصوا منه فوائد كثيرة عقدية وفقية وتربوية وها هنا أقف معكم على فائدة تربوية واحدة جليلة وكريمة واستخلصوا من هذا الدعاء الندي الكريم اللهم إنك عفو تحب العفاف عني هذا الدعاء يأمر كل عبد أن يعترف بتقصيره في جنب الله تعالى ولا ينبغي أن يعول على عمله واجتهاده ومهما كان في درس الصلاح والاستقامة فهو في أمس الحاجة إلى عفو ربه تبارك وتعالى ومغفرته ورحمته جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته فالدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سيدها إشارة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفاف عني يأمرنا جميعا أن نعترف بأننا مقصرين ومفرطين وليس لنا من مطلب إلا أن نطلب العفو من الله عز وجل وعلينا أن نحتقر أعمالنا ولو كانت كثيرة فيكون منتهى طلبنا من الله عز وجل المغفرة والعفو من الخطأ والتقسير وسبحان الله كبار الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح أقروا بتقسيرهم وهم منهم من المنزلة العظيمة فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه المبشر بالجنة وصاحب المناقب الكثيرة يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق نعم يا أبا الحسن ماذا تمثل أعمالنا الصالحة أمام طول الطريق إلى الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فما تنفع أعمال عمر قصير أمام يوم واحد عند الله عز وجل فكيف بأيام عنده سبحانه وهذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل دساقين الرقيقتين اللتين هم أتقلوا في ميزان الله من جبل أحد وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فقال لهم تمسكوا بعهد ابن مسعود وقال عنه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأوا قراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الجبل الشامخ هذا الصحابي الجليل وهو على فراث الموت يدخل عليه أصحابه فقال له يا أبا عبد الرحمن مما تشتكي فرد عليهم رضي الله عنه أشتكي دنوبي فقالوا وما تشتهي قال رحمة ربي ها هو رضي الله عنه لم يغتر بعمله وجهاده وطول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدمهم من خير للإسلام والمسلمين فهو يخاف من دنوبه ويرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى والحسن البصير رحمه الله سيد التابعين وإمام عصره الذي كان كلامه الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء إنه الرجل الذي ملأ الدنيا زهداً وورعاً وعلماً وتواضعاً يقول عنه يونس بن عبيد رحمه الله ما رأيت أحداً أطول حزن من الحسن كان يقول نضحك ولعل الله ولعل الله اطلع على أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيئاً في مثل هؤلاء العظام الكرام نزل قول الله عز وجل والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي الذين يشتهدون في أعمال الخير والبر وقلوبهم خائفة أن لا تقبل أعمالهم ولا تنجيهم من عذاب الله إذا رجعوا إليه للحساب وفي شأن هذه الآية الكريمة سألت سيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقال صلى الله عليه وسلم لا يبنى تصدق ولكن هم الذين يسهمون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات أيها الأحبة الكرام لا من جاء لنا ولا من جاء إلا بطلب العفو من الله عز وجل ورجاء رحمته ومغفرته فكان دعاء طلب العفو أرجى دعاء يقوله المؤمن في ليلة عظيمة القدر جليلة الشأن هي ليلة القدر حيث استجابة الدعاء أقرب إلى المؤمن اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا وسؤال العفو أيها الأخوة يتكرر في العديد من الأدعية يحرص عليها المؤمن الصالح من مثلي اللهم إني أسألك العفو والعافي في الدنيا والآخرة يا من أعطانا من خزائنه وهو الإيمان به قبل السؤال لا تمنعنا أوسع ما في خزائنك وهو العفو بعد السؤال اللهم جمّن بالعافية وكمّن باليقين واختم لنا بالسعادة عفوك يا ربنا أكبر من دنوبنا ورحمتك أوسع من إفراطنا وإسرافنا وأنت أبر بنا من أنفسنا وأرحم بنا من الوالد بولدها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سختك آمين آمين والحمد لله رب العالمين